معالجات سريعة تتبعها الحكومة لحل أزمة السكن فبعد أشهر على إعلان إنشاء مدن سكنية حديثة في عدد من المحافظات وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمدينة الأولى الجواهري في بغداد على مساحة سبعة ألاف دونم تضم ثلاثين ألف وحدة سكنية متنوعة وعشرة ألاف قطعة أرض سكنية مخدومة ومدارس وجامعات ومراكز تجارية وخدمات متنوعة انطلاق أكبر مشروع تنموي في العراق منذ عقود طب كبيرة هذه أكبر مدينة في العراق يتم إنشاءها من جديد سابقاً أكون مدن يصير بها توسع لكن هذه مدينة جديدة مئة بالمئة تخطيطاً وتنفيذاً بمعايير حضارية بيئية استدامة ومتوفر بها كل متطلبات الحياة تجربة جديدة لأول مرة يخوضها العراق تفتح آفاق جديدة للتنمية وأيضاً لإسلوب وطريقة السكن اللي يستحق العراقي خمس مدن حديثة ستوفر بمرحلتها الأولى أكثر من مائة وثلاثين ألف وحدة سكنية يراعى فيها شمول الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبر تخصيص نسبة من الوحدات لتوزيعها على الفئات المستحقة المدن السكنية الجديدة يجري إنشاؤها خارج مراكز المدن والمحافظات لضمان التوسع العمرانية مدير الاقتصاد الجديد بين الدولة والمستثمر يستطيع أن يحصل على قطعة سكنية بها كل الخدمات المطلوبة ماء كهرباء مجاري طرق في نفس المجمع السكني بحدود 25% من مساحة الأرض وحطينا معايا الاختيار شركات رصينة للتنفيذ اليوم ينطلق إن شاء الله هذا المشروع في المباشرة وإن شاء الله خلال فترة زمنية مثل ما تفضل دولة رئيس الوزراء إنه من 3 إلى 5 سنوات يكون إن شاء الله هذه المدينة حقيقة وليس حلمة هذا وأكملت وزارة الإعمار والإسكان متطلبات إنشاء أربع مدن سكنية في بغداد وبابل وكربلاء ونينوى فيما أعلنت عن وجود 6 مدن سكنية أخرى جديدة سيعلن عنها كفرص استثمارية قريبا ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد